السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي هوايدا نسمع ونقرأ ونشوف آخر فترة نقد وتعليقات وهجوم مفتوحة على سامسونج سامسونج أجهزتها غادية وسامسونج أجهزتها فاشلة وسين أجهزتها أقوى وصاد أجهزتها أرخص ومنها الحشي كل شي هوايد خصوصا والمشمول بالهجوم الأكبر هو سلسلة الأي تحديدا منهم الأربعة وثلاثين والأربعة وخمسين فسأني برأيي أنه الأي أربعة وثلاثين هالسنة شان واحدة من أكبر فرارات ولعبات سامسونج وأكثرها ذكاء ودهاء حط أي جهاز منافس قباله من فئة السعرية رح تلقي الأي أربعة وثلاثين هي عبره بكم فيكة وهذه الكم فيكة هي اللي إذا تخلي جهاز الموسم عنده هوايا ناس ليش ومنه وشنه وبيش الأي أربعة وثلاثين هسه رح أقول لك كل القصة وين نقاط قوته وين نقاط ضعفه هم يعني رح أقول لك ياه مرحبان يا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم نبدأ أول شي بالتصميم وهسه رح تشوفه هوايا كلها تقول لك يا معود هو جهاز بلاستيك ومامد غير وين أنا رح أقول لك أعذرني أول شغلة الأي أربعة وثلاثين هو والأي أربعة وخمسين الوحيدين بالعالم اللي سعرهم أقل من أربعمائة دولار يقاومون مي وغبار بمعيار الـ IP67 يعني يتحملون غطس لعمق متر ولمدة نص ساعة وبهذه الميزة هم الوحيدين باقي الأجهزة كلها بالفئة أحسنها مقاوم المي وغبار بمعيار الـ IP53 ثاني نقطة أنه أكو تغيير شبير عن الأي 33 الأي 34 صار أعرض وأكسر وإطاره صاير منحني أكثر هاني شفته هوايا أحلى ومريح أكثر الجهاز كله شاشة والظهر عليه طبقة حماية من كورنينج من الجيل الخامس الأي 34 وزنة خفيف 199 غرام عندك بيه هوايا ألوان لطيفة منها الأسود والأزرق وأحلاهم برأي الأصفر الليموني وأكو نسخة على وردي بناتية ذات اللي تقول عليه وخلي ببالك كم شغلة وهي الأي 34 الأولى أنه ظهره يبصم وبسرعة ما رح تتخيل الثانية ما عندك ما تخيل 3.5 ملم والسماعات الـ wire بس ما تخيل رام خارجي موجود الباكيت مالته فارغ وفارغ عيل تحتاج تشتري لكوفر للجهاز وتحتاج تشتري لشاحنة مرتبة 25 واب لأن هنا أنا صح البطارية قوية وتشبيرة 5000 ملي أمبير وأداءها وشغلها كل شي مرتب وعندي مثل أي 54 وأحسن منه وأحسن بهوايا من الأي 33 يمكن من وراء المعالج والشاشة الجديدة معرف البطارية تمشيك يوم كامل مثل الورد شغل قوي أفلام مسلسلات تليفونات تنفرق يم وتمشيك أقل إذا كان الجيمين كل شو هي عده الشحن السريع موجود بس ترى شحن سريع بتعريف سامسونج بس يعني قوة 25 واط يطيك 30% شحن للبطارية أول 11 دقيقة نص البطارية تفويل أو 50% خلال 31-32 دقيقة بس الغريب واللي منبلع أدي إنه 100% شحن يعني تفويلها للبطارية كاملة تحتاج ساعة ونص وهذا رقم مخيف وحيل تعبان من التقارنب اللي داي قدموا أمفينيكس وشاومي وريلني بس اللي فاجأني من الصدق بالجهاز هو المعالج ومولي أن معالج جبار وحديدي ومنع لحد شيء لا أصدقائي العكس هو الصحيح معالج متوسط شفنا بكوم وأجهزة من كل الشركات بس أداء بأحسن حالاته هنا وأريد أمتحه وأقول عنه لطيف سامسونج عاصرت عصر حرفيا ومطلعة كل منتبل A34 بحيث يشتغل أحسن من أي جهاز ثاني الدايمانستي 1080 من ميديا تيك بأداء حيل معدل ويا نظام تبريد بالجهاز كل شي مرتب يخلي أداء المعالج ثابت حتى ورا فرات لعب قوية وطويلة PUBG Call of Duty وأسفلت تنلعب بضبط وسط وفريمات بين الأربعين والخمسين فريم لأن هنا عندك بطاقة رسوميات مرتبة هي المالي G68 النظام والتطبيقات كلها سلسة وسريعة مثلك سامسونج عاصر تحيل سامسونج طلعت نتائج بهذا المعالج أفضل من المنافسين اللي يستخدموه شلون؟ برأي هذا بفضل منظومة التبريد والسوفتوير أنتوتو حصل قريب الـ 475 ألف هذا رقم أعلى من اللي محصله المعالج بغير أجهزة بشوية بس من تستخدم الـ A34 في فترات طويلة رح تشوف هنا أداء ثابت ثابت حرفيا لأن حرارتها تبقى ثابتة وخفيفة بس مع الأسف الحلو ما رح يقمع لأن هنا وانتبه لزيان رح تلقى الجهاز بنسختين إما 628 جيجا أو 828 جيجا فنصيحة مني إلك إذا تريد تبقي الجهاز سنتين أو ثلاثة أو أكثر 6 جيجا رام قليلة بأي جهاز أندرويد بالـ 2023 وتخنقى أداء الجهاز حرفيا نصيحة من أخوكم عفوا هذه النسخة أقل شي أخذ نسخة ومرام 8 جيجا طبعا واجهة الجهاز الـ One UI ما يحتاج السؤال في هواية وهي من مراكز قوة الجهاز الـ One UI 5.1 سريع معدلته سامسونج ومخصصته لهذه الأجهزة الاقتصادية مالتها وبرأيي واحدة من الأشياء اللي تخلي هواية ناس ما تبدل سامسونج نعنا رح تحصل أربع سنوات تحديثات نظام وخمسة للأمان فهذا رقم قياسي تنفرد بـ سامسونج بجهزتها الاقتصادية ونقطة لصالح الجهاز ضد أي منافس طبعا لازم تعرف هسا أن الجهاز مورخيص في العراق يبدي بـ 380 ألف دينار ويصعد للـ 410 ألف بحسب الرام والذاكرة بس ضمان وكالة أكسس وارات قطع غيار متوفرة كل مكان وأرجع وأقول لك أعرف إنه هو مورخيص بس من رح تشوف شاشته فوق كامرته فوق أداء اللي شفته أعتقد رح تعرف ليش هو يستاهل الشاشة هناك كبرت عن الأي 33 وحتى صارت أكبر من الأي 54 صارت 6.6 بالعشرة إنج سوبر آموليد حديثة راقية بألوانها وحركاتها وصورتها وطبعا بعد شاشات سامسونج وما يحتاجون سولو فيها هواي شما راح تستخدمها بيه أفلام وسلسلات ألعاب كلها راح تشوفها ألوان مرتبة مريحة ومضبوطة إنجر بدون كلام بس الطفرة الأهم بالشاشة هي تردد الـ 120 هيرز بدل الـ 90 بلاي 33 وللأمانة ماكو طبقات المستويات بالتردد مثل ما تسوي شاومي حتى بالفيديو إذا شغلت الشاشة على الـ 120 هيرز راح تبقى الشاشة تشتغل 120 هيرز بدون داعي بس تردد العالي شغال ومضبط إضاءة الشاشة ألف شمعة يعني برا البيت أو جوا الشاشة مريحة من تستخدمها وما تهمك الإضاءة اللي حولك لأن إضاءة الشاشة قوية بس الشي اللي برأيي المتعمد والموحلو بالشاشة هو الفريم والإطار حواليه شوية كبير النوتش هذا صار قبيح يا سامسونج هذا أبو الدمعة يحسسك أنه جهاز قديم من 2019-2020 برأيي آني الموضوع مساويته سامسونج متعمد وتشوفه مكرر بأجهزة سامسونج الاقتصادية حتى دائما نتفرقها عن أجهزة الـ S وأجهزتها الأغلى نظام الصوت هنا أنا محترم ستيريو لطيف حتى ما نتعلي أعلى شي ما راح تشوف أي تشويش ويبقى صافي وبي بيز بسيط بس لطيف ومرتب لكن بدخل ثلاثة ونص ملي ماكو بعد ما علق أكتر داشتشوفون الأشياء اللي داشتشيلها سامسونج وتخليها بشكل متعمد طبعا آخر شي راح تستغربه بالجهاز قبل ما أبلش بكاميراته هو سيت حساساته وأول نقطة إنه حساس تقارب حقيقي ما عندك بالمكالمات الجهاز يعتمد على الجاروسكوب إيه نوعا ما دقيق صحيح بس مدائما عندك بصمة ضوئية تحت الشاشة جيدة مو الأسرع اللي مجربهم بس أحسن من الأجيال الأقدم واللأي عندك بلوتوت 5.3F الواي فاي هوايا متحسن صار أداءه مدى أطول وسرعة أعلى ويلقف إشارة حتى من مسافة بعيدة آخر متحسس هو الـ NFC همي أنا موجود بالكاميرات عندك متحسس هو بطل الساحة بهذا الجهاز بس الغريبة أنه متحسس من سوني قوة 48 ميجا يدعم تثبيت بصر يو آي اس وتركيز سريع هسه أريدك شوية تركز وياي إذا تحب التصوير فلوسك بهذا المتحسس الصور والفيديوهات بالنهار والليل تعتبر من الأفضل بالفيك وأحسن الموجود بسعر الجهاز عندك واحدة من الفيكات بي هي 2x زوم سلس لأول مرة شوفها بجهاز بجستل اي نصيحة من أخوكم الفيديو صور في الـ HD 60 فرام التثبيت الألوان تعامل الجهاز ويا الفيديو رح يصير حيل مرتب وراقي يعني جودة مستقرة شفتها برأيي النتيجة أحسن من 4K 30 فريم ويا المعالجات المتوسطة البوكيو ممتاز لو أن البشرة مرتب بس الألوان تتعالج بطريقة سامسونج كل شي رح أشوفه طوخ ومتشبع وبارز يعني أحب هذه الطريقة أكو ناس عكسي فما أقدر أحكم بس هذا رأييي متحسس السلفي برأيي وسط 13 ميجا فيديوهات 4K تقدر تحصل منه 30 فريم والأفضل فل الـ HD حتى التثبيت الرقمي بيها أفضل الألوان ماذا البشرة مرتبة بس بالضوزين أعرف أنه الأيي 34 مو الأرخص من تقارن أرقامه ومواصفاته بغيره بس درجة العناية مع السامسونج بالتفاصيل الصغيرة قبل الشبيرة ضيفلها المواصفات الحصرية والتعديلات اللي مساويتها بأجهزتها خلت وتخلي الأيي 34 واحد من أنجح أجهزة السامسونج بالمبيعات وبكل مقار وخلت الجهاز يقدر يصمد قدام الوحوشة اللي دت نفسه من كل الجبهات سواء من Realme شاومي أم فينيكس أو تكنو اللي حرفياً ديخونقون سامسونج ومبيعاتها بكل العالم بس يكي جهاز خال سامسونج تصمد هذا رأيي أنا؟ أنت شون رأيكم بالجهاز؟ شون رأيكم بإيجابياته ومواصفاته الحصرية؟ شون رأيكم بعيوبه ونواقصه؟ كتبوا لي بالتعليقات في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا